انا بقول قانون تغاب لها هذي لبيني بقدر بعشر سنين لبينين بقدر بعشر سنين طبعاً إرادة نستكمل بس ما بك فيها بحطيناها على الطاولة ونمشي أكثر من هيك إرادة جلال تلمية بيقول لك أنا الضامن إرادة استمرارية استمرارية بدك إرادة سياسية موجودة لإرادة السياسية بدي أحملها أنا لو جبت أحسن قانون صح أمارس بس عقليتي للحالية في إنه ما نجحش اللي ناجح واقل بنت بركز على قصة نجاح وما نجاح وألويز الماء يعني مش هيك الأمور مش هيك مش هيك هلأ الحركة الإسلامية مش تقدمت للانتخابات وصار من نجح تمانية إحنا مقدرين 28 ناجح إحنا مقدرين 28 ناجح إنت بتقدم الواقع غير طب أحكي لك الممارس تقسيم الدواعر غير طب الممارسة سمعتها أنت شفتها بعرف كل شي يعني بالمارسة كيف تتعرف لما يجوا لواحد سيدي لما يقول لواحد تنزلش بهذه القائمة ينزل في قائمة أخرى أو هاو طب روبت كيف تتبتها عندي أنا عندي بثبت كل شي قاعدي مع المسؤول وبثبت كل شي المسؤول 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 فاتحة أبوابه للجميع قاعدنا معه مع طرف وقلنا له عندنا بالاسم مع طرفهم مش بالضرورة أنه كل إشي بتقتنع فيه أو ترى أنت هو الصح لأنه فيه يعني لا يجوز امتلاك الحقيقة لا منك ولا من التيار الإسلامي ولا حتى من التيار المنجلي يا دكتور أنا بحكي الحقيقة لا يجوز امتلاكها من عيجها أنا بحكي عن وجهة نظر أنا بحكي عن حدث عن حالي عن كيس كيس تحقق فيها ما فيها إذا أنا القدرة الانتخابية لجماعة الإخوان والتيار الإسلامي بالأردن تراجعت عن 2016 وقبل 2016 لليوم القدرة القدرة الانتخابية تراجعت حتى الدوائر اللي أنتوا فيها ثقل نسبة التصويت فيها 16% بقدرة قادر يما الدائرة الثانية أنا ما تكلم لما الدائرة الثانية واللي الأولى 16% سيبك من هذا أنا ما أبعد ما فات وما أقرب وما هو أنا يجيني وعود إنسى مسامحين حفار دفان زي ما بقولوا آه اللي لا يصلوا ملتفت إحنا الآن بدنا القادم قدمنا شيء نفتخر فيه على الصعيد الشخصي ولا الصعيد العائد الصعيد الوطني أنا ما تديش يتزور فيه ما فيه تزوير يا زل بالطريقة اللي بتحقي فيها لما يطلع مسؤول يقول أنا عين تروح الثمانين نائب لا 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 هذا مش دقيق طلع رئيس الوزر قال ولا ما أبعرف لا لا يعني أحنا نظن نتهم ونجلد بالدولة مش أتهم هو اعترف نجلد بالدولة بهذه الطريقة نحن نريد إصلاح نريد إصلاح سياسي إنه أنا آه يعني أنا بشتغل معك وبشتغل مع قيس وبشتغل مع معك كأبناء وطن وهدفنا الرئيسي هو المصلحة الوطنية العليا وليس هدفنا الرئيسي ذلك التنظيم أو تلك المجموعة إحنا اليوم إذا بدنا نرتقي بالعمل السياسي بده يكون عمل جمعي للمصلحة الوطنية وأنا معك لو تسمح لي وأنا معك كل العمل كل الأطراف في العملية بدنا نزاهة بدنا نزاهة لأنه لك نزيها نفتنا ماتت وست نقوله نزيها ماتت بدنا نحفنة القديم دفنت القديم أنا ما أقوله بإختصار من بعد إذن إخوانا الكبار أننا كشباب ننظر بتفاؤل وأمل إلى المستقبل